تسلم التجمع اليمني للإصلاح يوم أمس الرئاسة الدورية للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية وذلك بعد انتهاء الرئاسة الدورية للحزب الاشتراكي اليمني جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم المجلس الأعلى للتحالف الوطني وهيئته التنفيذية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبع وتسلم القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبد الرزاق الهجري رئاسة التحالف الوطني فيما تسلم حزب التضامن رئاسة الهيئة التنفيذية للتحالف وذلك حسب اللائحة الداخلية للتحالف والبرنامج التنفيذي المستمد من أرؤى المكونات السياسية المنضوية تحت التحالف الوطني